معالجة البيانات هنا الخاصة في السعر كل المشتريات والمبيعات والرباح لكلية بناء على سعر الشراء للمفرد والبيع ايضا بناء على الكمية اول شي طبعا نحتاج الى طبعا اطاق اسماء اذا رح نسميه اديد تيكس باي اذا رح نبدو نسميه اديد تيكس سيلد واذا رح نبدو نسميه اديد تيكس كيو تي كوانتيتي اذا رح نبدو نعطيها اسم اه وهذا راح يكون عندك وهذا راح يكون عندك بالنسبة للارباح. طيب اه اول شي طبعا لازم ننتفت اذا اعطى قيم زيرو مبدئيا. نعطى قيم زيرو بالنسبة للسعر الشراء وسعر البيع. وايضا الكمية نبدي نعطيها قيمة صفر وهي في الاساس تاخذ عندك صفر. طبعا هذا هذا الجزء او هذا هو موجود ضمن عناصر ديفيكس بريس اللي هو اسمه سبين اوكي سبين اديت اوكي هذا سبين اديت تمام هذا طبعا يتيح للمستخدم عمليات زيادة الفاليو يعني من خلال المقابس يعني بدل انه يدخل القيمة يمكن ندخل الكمية باستخدام يعني الدخول مباشرة ودخالها ويمكن نستخدم المقابس زيادة والنقصان اوكي طيب الان احنا نحتاج الى اه عمل الاتي في البداية نحن نحتاج الى تعريف المتغيرات التالية نبدي بتعريف اه الباي اوكي سعر البيع اه سعر الشراء سعر البيع وعدنا الكمية وعدنا سعر الشراء الكلي اه وسعر البيع الكلي وعدنا الارباح اوكي كل هنعرفها على اساس تكون عندك ايش دبط ثم على ذلك راح ابدي بعمل اه مثود هنا اوكي داخل هذي المثود راح نقل هنا ادنى اه ورح نسميها ثم بعد ذلك داخلها راح ابدي بوضع اه العملية حسابية وعملية بسيطة جدا اللي هي تتكون لك من ايش تتكون من الاتي في البداية ناخذ القيم يعني ناخذ قيمة من ونعمل نفس الكلام نكرر على القيم اللي موجودة عندنا هنا فقط نقوم باخذها واسنادها الى المتغيرات يعني هذا القيمة نبدي ناخذها وهذه ايضا نسندها وهذه نبدي نسندها هذا نسند التكس وهذه نسند التكس ولكن هذي نبدي نسند ايش نسند الفاليو ماله ثم باحتبار انه احنا ايش دا ناخذ ناخذ فاليو اذا ايش راح نقل لا راح نقل لها عندنا ايش عندنا فاليو مثل ما تلاحظ انه عندنا فاليو وكل احنا نحاولها لا دبط ثم على ذلك راح ابدي بايجاد المبيعات الكلية من خلال ضربها في الكمية ضرب السل في الكمية يعطيك توتال سل. ايضا عدك هنا ضرب التوتال الكوانتيتي في الباي رح يطيك التوتال باي. وحتى نحصل على ارباح فرح نقول احنا عدنا ايش? عدنا المبيعات ناقص الباي. يمكن انه هنا انا تنبه المستخدم او تعطيه اشعار اذا كان عدد او اذا كان سعر البيت اقل من سعر الشراء. اوكي? بتالي رح تطلع عندك قيمة في السالب. اوكي? ثم على ذلك رح ابدي بيعطاء او اسناد القيم الى التكست فيو. او اللي هي تمثلك ادي تكس بالنسبة تي سيل دوت تكس. ابدأ سنيدلها اه سل ثم على ذلك البي ثم على ذلك الرب. اه هذي المثل اقوم باستدعاها داخل الاحداث الخاصة في التغيير. استدعيها هنانا. اوكي? هذا اسميه متل ما ادي تكس باي. انقرع علي مرتين اعمل الحادث الخاص فيه واضحها كوبي. اضح هذي المثل كوبي. اوكي? طبعا هذي المثل رح ابدأ اكررها على جميع الامور اه على جميع الامور اه على جميع الامور هنا. في هذي الامور ايضا. اوكي? ننقرع علي مرتين. ونضع على paste. ثم ايضا على edit value change واضحها paste. اوكي? الان خلينا نعمل test على البرنامج حتى نشاهد النتاج. اوكي? الان نفترض انه عندنا سعر الشراء 450 دولار. مثلا وسعر البيع يكون 500 دولار. ثم على ذلك عندنا عدد القطع اللي موجودة عندنا في المخزن او اللي اشتريناها هي 10 قطع. وبالتالي رح تصبح عندك المشتريات الكلية 4500 دولار. المبيعات رح تصبح عندك 5000 دولار. اوكي? ثم ذلك لتلاحظ ان الارباح هي 500 دولار. اذا هذي تتشطول عندنا وبدون اي مشاكل. سواء انه زودت. اي يمكن مثل ما قلنا انه تنبه المستخدم اذا كان عندك اااا يعني سعر الشراء يكون اقل من سعر البيع يكون اقل من سعر الشراء. يعني هذا يكون مثلا قيمة 400 وهذا شيء خاطئ. فراح يطلع هذي قيمة في السالب. فذا كانت هذي قيمة نكده سالبة. يمكن تقل تظهر له هنا اشعار او تقل له انه سعر البيع هو اقل من سعر الشراء.